نروح لرئيس اللجنة المحظمات لأولمبياد توكيو أنا بيتهيق لي قبل ما أدخل في أولمبياد توكيو أنت عارف طبعاً الأولمبياد دي كانت فوت تتلعب السنة الفاتحة بسبب تأجلة السنة دي وكان فيه كلام كمان لأنه ممكن يكون فيه احتمالية لتأجيل أو ترحيل معادل الأولمبياد قدام شوية كمان لأنه واضح أنه الموجة التانية وأثارها على العالم كانت أقوى بكتير من الموجة الأولى لكن حقيقة أنا بيتهيق لي أنه وده مش مبلغة لما بقول أنه نجاح مصر فيه تنظيم بطولة كبيرة بحجم بطولة كاس العالم لكورت اليد ومشاركة 32 منتخب فيها أعتقد دي قدة حافز كبير جداً نحن بنتكلم عن دولة عظيمة طبعاً هي دولة اليابان وبنتكلم على قدرات غير طبعية وبالتاني أنا بيتهيق لي أنه مصر بس فتحت الباب النهاردة يوشيرو ماري رئيس اللجنة المنظمة الأولمبياد توكيو أكد على إقامة دورة الألعاب الأولمبية اللي تم تأجيلها من صيف المقبل مهما كان الوضع بالنسبة لتطور حالات فيروس كورونا ماري قال أننا بالتأكيد مصرين على تكملة المشوار مهما كانت تأثيرات جائحة كورونا وأضاف أنه يجب أن نتجاوز المناقشة حول إقامة الأولمبياد أو لا ونفكر بس في أي نوع جديد من الألعاب ممكن أن نضيفه لهذه المناسبة أنا بيتهالي من العالم كله مستني الأولمبياد يعني حتى في ظل أن العالم بيعاني بشكل كبير جداً من كورونا فكرة تأجيل أو إلغاء لأنا ما أعتقدش أنه هيبقى فيه تأجيل يعني لو تأجلت أعتقد أنه مصرها هيكون الإلغاء فبتهالي أن السناليو الأقرب أنه الأولمبياد تقام في موعدها إن شاء الله أنا أعتقد برضو أنها تقام في موعدها وأكبر دليل طبعاً كلام يوشيروي ماري ده طبعاً يعني رئيس اللجنة المنظمة لما يقول أنه خلاص ما فيش تأجيلي بقى ما فيش تأجيل مع إني قلت لك يمكن أنه كان فيه استفتاء على أحد المواقع يعني وكان أكتر الشعب الياباني شايف أنه المفروض الأولمبياد تتأجل بسبب الموجة التانية من فيروس كورونا واللي جاية جامدة جداً ولكن لو تأجلت يعني متهيلي خلاص دلوقتي الشعوب كلها بتحاول تتعايش مع فيروس كورونا يعني حتى خلاص كل الدوريات رجعت وكل البطولات أقيمت وبطولة أستراليا المفتوحة في التنس خلاص الشهر ده بعدما كان طبعاً السنة اللي فاتت وينبلدن اتلغت ورولانجاروس اتأجلت فخلاص كله بيعيش وبيرجع وبيرجع البطولات وهيبقى من الصعب جداً فكرة تأجيل يعني زي ما قلت لك لو فكرة تأجيل أعتقد أنك هتروح لفكرة الغال أنه الأجندة بتاعتك الأجندة الدولية مزدحمة جداً وصعب أنك أنت تلاقي وقت يسبح بقامة أولمبياد خصوصاً أنه هيبقى في نسخة تانية بعدها الرابط خلاص هيبقى معادها كمان سنتين فهيبقى عندك اتنين أولمبيكس وراء بعد هيبقى صعب جداً لكن في جميع الأحوال وعشان برضو الناس ما تفهمش كلامي غلط أنا مش بقارن طبعاً لأنه أنا مدرك تماماً الأولمبياد هي أكبر حدث رياضي وأضخم حدث رياضي على وجه الأرض أنت مش بتستضيف لعبة أو الأتنين أنت بتستضيف كل الألعاب الأولمبية ومنتخبات جايلك من كل مكان في العالم وبالتأكيد هو تحدي صعب بس أنا أعتقد بما أنه منتكلم على دولة بحجم وبقدرات وبتنظيم اليابان فهي قادرة إن شاء الله على إقامتها والأهم من ده هو أنه بقى فيه إرادة في العالم كله وأنه الحياة تستمر مهما كان تأثير حجم أزمة كورونا علينا